أكدنا أبو رئيس البنكة زولي لمنطقة الشرق الأوسط تغانم حافظ إن البنكة لديه هدفان في العراق أولهما إعادة أعمار ما دمرته العمليات العسكرية والحرب على داعش بالمدن المجمرة والثاني زيادة معدل النمو على مستوى البلاد كلها عندنا هدفين مهمين من حاول نعمل فيهم مع الحكومة العراقية الهدف الأول طبعا هو إعادة الأعمار في البناطق المحرارة ولكن الهدف التالي هو أيضا مهم جدا هو زيادة معدل النمو في العراق في كل العراق بحيث أنه يبقى فيه فرص زيادة للشباب يبقى فيه فرص زيادة في التشغيل وزي ما قلنا مع دولة رئيس الوزراء العراق دولة غنية عندها في مجرات كتيرة ممكن نتنميتها في العراق وتقاط مهمة جدا ونحن في البنك ساعدين جدا بالعمل مع الحكومة العراقية وأحب أن أقول نقطتين مهمين جدا أن السياسات الاقتصادية التي تتخذها العكومة العراقية حاليا هي سياسات تؤدي إلى مزيد من النمو وتؤدي أيضا إلى زيادة الاقتصاد وتحسن الاقتصاد العراقي